طبعا في ماء أزرق يصاب فيه الأطفال أو المواليد يولد فيه الطفل احنا جرينا عمليات لأطفال أعمارهم تقريبا سبوعين سبوعين نعم مولود عمره سبوعين وصاب بالماء الأزرق من ضمن الأعراض اللي تظهر عليه كبر في حجم القرنية كبر في حجم القرنية المنطقة السودة اللي هي القزحية خلف القرنية تظهر المنطقة هذه أو تظهر المنطقة هذه بشكل أكبر من الشيء الطبيعي طبعا نحن نقيسها بقياسات معينة عندنا كبر في حجم القرنية بعضهم يكون عندهم بروز في العين أو جحوض إلى حد الماء في العين عندنا من ضمن الأسباب كثرة الدمع هي طبعا أحد أعراض الماء الأزرق اللي يصاب فيه المواليد أحد الأعراض عندنا حقيقة أعراض معينة عندنا عتمة في القرنية هذه بالنسبة للمواليد كبار السن أحيانا يكون مرض صامت ما يشعر فيه الإنسان يعني لك أنت تخيل ممكن شخص يجيك على الأيادة يبغي يكشفل يبغي يسوه تصحيح نظر وتكتشف أنه عنده ما أزرق إذن إذا وجدت العوامل ننصح بالكشف المبكر حقيقة لأنه أحيانا ما يكون لها أعراض في بعض الأنواع زي الزاوية المغلقة عند النوع اسم الزاوية المغلقة قد يتسبب في ارتفاع مفاجئ في ضغط العين يسبب ألم لكن بعض الأنواع صامتة بعض الأنواع يشعر الإنسان إذا ارتفع ضغط فيه هالات يرى هالات أمامه لكن مع كل الأعراض هذه أقول أنه ممكن يكون الشخص عنده ارتفاع في ضغط العين بدون أي أعراض للأسف لكذا سمي مرض صامت وسمي السويرق وسمي سارق النظر ترجمة نانسي قنقر